60 يوم بالتمام وكمال يفصلون عن المباراة الأهم بالنسبة لمنتخب مصر السندي هي طبعا مواجهة السنغال الأولى اللي هتكون في القاهرة والمواجهة الثانية هتكون بعدها بأسبوع في دكار في السنغال مواجهة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وأعتقد أنه إلى حد كبير يعني نسبيا طبعا ما حدش يختلف أنه الخمس منتخبات أصحاب التصطيف الأول كلهم منتخبات محترمة وكلهم عندهم حزوزهم وكلهم عفيهم أسماء من العارة تقيل لكن إلى حد ما السنغال أعتقد حاجة في حدود الممكن أفضل بكتير جدا كانت من مواجهتنا للجزار المتعفزة أو المغرب المتقلقة أو ناجيريا بحكم طبعا المواجهة الأخيرة يمكن زي ما قلت لكم العمل النفسي والمعناوي ممكن يكون بيصب في مصلحتهم فكنا نتمنها تونس وفي المرتبة الثانية سنغال وقد كانت السنغال هنتكلم على مشوار مصر في كاس العالم مشوار ده بقى اللي بجد ما قبلش الاسم على الاتنين وهنتكلم طبعا على مشوار مصر في أمم أفريقيا مواجهة كوديفور المواجهة الصعبة جدا واللي هتكون كمان أربع تيام يوم الأربع اللي جاي على وجه التحديد وبشوف أن مشوار مصر في أمم أفريقيا هيخدم بشكل كبير جدا على فرصتنا في الحصول على تذكارة التأهل لكاس العالم اسمحوا لنا نرحب بنجب كبير بشرفنا النهاردة في السادسة بنسعت دايما به لعيب كورة وصحب رؤية وصحب وجهة نظر اسم كبير طبعا في الكورة المصرية كابتن مجدي طلبة ضيفنا النهاردة في السادسة مساء الخيري كابتن مجدي أهلا بيك رحمة نسعت بيك دايما والله أنا اللي أسعب جدا أكون معاك وفي قناتنا وبشكرك وبشكر جمهورك إن شاء الله طيب أبدأ معاك بالحادث الأهم والأبرز النهاردة قرعة كاس العالم وعايزك تعلقل يا العرق على القرعة بشكل عام وبعد كيه طبعا هنقف مع مشوار مصر بشكل خاص طبعا مصر والسنغال نشوف واللي ما تبعش أو اللي لسه داخل وبيفتح شاشة تلفازين وبيتفرج على قناة الأهلي دي نتيجة قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم الكاميرون الجزائر موجهة من العارة هو ده أصعب أصعب ماتش بالنسبة في الجروب الموجود ويليه الماتش بتاعنا أو إحنا الاتنين تقريبا في نفس الدرجة الصعوبة مصر والسنغال ونيجيريا والجزائر المستوىات قريبة جدا من بعض الجزائر طالع من كبوة أعتقد أني هيبقى ليها ما بعدها في المباراة بتاعتها مع نجيريا أعتقد أعتقد ده لأنه ما ينفعش أن هما يخسروا البطولة اللي هما حامل لقب بتاعها أخر أخر سوريا بالزبط ويخرج من تصفيات كاس العالم أعتقد أنه هيبقى أنتعرف أحيانا التيم لما تنساش أن هما واخدين كاس العرب قبل ما يروحوا كاس الأمم على طول وتفر أن مش كل اللعيبة اللي كانوا موجودين في شاركه في كاس الأمم ومشاركوا في كاس العرب إنما معظمهم مشارك في كاس العرب فده دههم نوع من النوع الناشوة شوية ودههم كبريت شويتين فده اللي خلى هم يصهروا بالصورة مع طبعا سوق الحظ أكيد ما كانش معندهم توفيق تلت دربات جزائر أكتر من مواقف بيضاعوا تونس اللي ضايع دربة جزائر ده هيأثر عليهم أعتقد بالإجاب في الماتش بتاعهم تعكس التصفات كاس العرب 50-50 من وجهة نظرة؟ تقريبا مع أني أرشح جزائر أكتر أنا كنت أتمنى أن ألعب نيجيريا تاني أنت كنت تتمنى جدا طب أنا هجيلك لمصر بس خلي مصر في الآخر عشان مصر فيها كلام كتير طيب بعد مواجهة الكاميرون والجزائر عندنا المغرب والكونغو الديمقراطية طبعا المغرب أولا تيم قوي جدا ماشي بخطة سابتة من التصفيات التصفيات كاس الأمم وتصفيات كاس العالم المستوى بتاعه في تصاعد ما عندهم شهال كتير اللي بيحصل عندهم لو يحصل انتقادات للكوتش بتاعهم عشان ما جابش زياش حاكيم زياش أو نجم من عندهم ولا حاجة بتتقال كلمتين تحطوا في المكان بتاعهم الناس سمعت الكلام سيبوا التيم يمشي زي ما هو ماشي لأنه ماشي كويس بخطة سابتة والدليل أنهم أول مجموعة بتاعتهم ومماشيين بشكل جيد مش عايز أقول بشكل كبير مذهل إنما هما لسه مدخلوش التوب فورم بتاعهم إنما حتى هما مش في التوب فورم بتاعهم باين جداً إن التيم قوي عنده حلول عنده شخصية عنده انضباط قوي جداً داخل الملعب ممكن أكتر فرقتين شفتهم عندهم من الانضباط ده بالفرقة كبيرة المغرب وسحل عك عندهم انضباط تكتيكي هاي الجوة الملعب تونس مالي تونس مش ماشي أحسن حاجة عنده مشاكل كتيرة جداً في التيم عندهم مشكلة كبيرة جداً بشوفها في الأراء بتاعتهم بعد الماتشات للأسف الشديد يعني يعني عذروني في الكلمة دي هم يعني يعني هم حطين حطين نفسهم في مكانة هم مش فيها دلوقتي للأسف الشديد هم مستوهم الفني لا أضعف من اللي هم متخيلينه عشان كده هتبقى عندهم صعوبات لازم يعترفوا أن عندهم عندهم مشاكل فنية كتيرة كافة مين أرجح من وجهة نظرك لا مالي مالي أرجح اه طبعاً مالي أقوى انضباطياً جوه الملعب وأقوى جوه بدنياً وفنياً يعني عندهم حلول فرقة مالي عندها حلول كتير فرقة تونس ما عندهاش حلول كتير للأسف نيجيريا غانا نيجيريا غانا نيجيريا في الوقت اللي احنا في ده فرقة غانا عندهم مشاكل كتيرة أنا حاسسها أنا حاسسها من جوه كده بحس اللعيب الكورة أني ما فيش سيطرة على اللعيبة لعيبة نيجيريا ما فيش سيطرة كويسة انت عارف في أفريقيا لازم الكوتش يكون عنده شخصية قوية جداً عشان يقدر يسيطر على النجوم اللي موجودة عنده فاللانا حاسوا واللانا شايفوا لا ما عندهش سيطرة كافية على التيم بيعملوا حاجات كتيرة جوه الملعب ما فيش زبط ورابط جوه الملعب حاسس ان اللعيبة أقوى من الجهاز الفن بتاعه نروح للمواجهة المنتظرة بالنسبة لنا بقى والأهم سنغال ومصر قبل ما تقولي على سنغال ومصر ليه تمنيت نيجيريا؟ قلتينك تمنيت أنها تكون نيجيريا؟ هقولك ليه؟ أولاً نيجيريا ما هيش تيمي هي مش أقوى من السنغال ولا المغرب ولا الجزائر خلص؟ اللهي اه طبعاً يعني التيمي اللي احنا لعبنا في أول مطفط لا لا مش أقوى احنا كان عندنا مشاكل احنا ملعبناش احنا ماشتغلناش بصورة على قد قدراتنا احنا ما طلعناش قدراتنا في الماتش ده دي واحد اتنين التيمي من نيجيريا مش قوي 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 نعم مش قوي قوي يعني في المستطاع ان انت تتخطى في نتيجة الماتشين نمرة ثلاثة اما انا اخسر من تيم في بطولة ويحرجني بحب جداً جداً او في دوري او او احب اردهله وتقطعين على طول يعني بتمنى جداً ان يلعبه بقر بقادرت اردهله القدرة هنا القدرة موجودة القدرة عند المنتخب مصر لا موجودة بنسبة 100% والرغبة موجودة بنسبة 100% المشكلة المشكلة في ان انت تحدد القدرة دي يعني انا ممكن اكون شايف انا كماجدي كراجل عارف فرقتنا كويس وعارف قدرات لعبتنا كويس وعارف مين اللي يقدر يشتغل ومين ما يقدرش يشتغل اقدر احط القدرة بتاعتنا مزبوطة وشكلها مزبوطة 24 ارات اللي جاي جديد كيروش اللي جاي على الفرقة بقاله 3 شهور ممكن ماكونش شايف ده بدليل انه عمل حاجات كتيرة جداً بالنسبة لكل المتابعين سواء متخصصين او عوام لا فيه علامات استفهام كتيرة عند الجميع من الكبير للصغير من اللي بيفرم في الكورة ما بيفرمش في الكورة عنده علامات استفهام كل علامات الاستفهام دي اعترح على حضرتك النهارد وهمني جداً اسمع رأيك وجهة نظرك تحترم فيها بس زي ما انت شايف انه مصر عندها القدرة انها تتجاوز منتخب نيجيري هل شايف انه عندنا قدرة كمان ان احنا تتجاوز منتخب خلف سريات اه احنا عندنا قدرة احنا عندنا قدرة بس ان نوظفها م اصل المش المش الرغبة والقدرة اكيد شرطين اساسيين انها ما كيفية توظفهم ما كيفية توظفهم واخراجهم مرضاء الاخراج عملية الاخراج دي مهمة جداً تابد ايبقى هنا ابتدي معك عندي شهرين بيفصرونه شهرين بالتمام والكمان بيفصرون عن المواجهتين بتوع كدس العالم هل شايف انه المرحلة بتاعت أمم أفريقيا مرتبطة بالتحضير لكاس العالم ولا شايف إن دي نقرة ودي نقرة تانية خالص لا أكيد مرتبطة لأنه هو ده التيم بتاعك اللي هيلعب ده نقطة دينا تحديدا مختلف عليها يعني فيه ناس كتير شايفها كابتن ماجدي إنه فيه على أقل يعني خمس ستة أسماء مش موجودة مع مصرف كاميرون الأسماء اللي مش موجودين مش كلهم جوى الحداشر يعني هو بتتكلم مثلا ممكن يكون اسم أو ماكسما من اتنين جوى الحداشر الباقي حوالين المحيط بتاعتين جوى العمود جوى السكواد الأساسي اللي بيشتغل بي أو المجموعة الأساسية الأقوى إنت بتتكلم مثلا النات كلها بتتكلم على طريق حامد بتتكلم على إذا مش مستغل إمكانات شريف بتتكلم على أفشة في نفس الوقت الثلاثة دول ممكن يبقوا متواجدين وممكن كمان مبقوش متواجدين مش بالضرورة أنا مش بتتكلم دلوقتي على العدد اللي مش موجود جوى التيم أنا بتتكلم على الموجود كمان جوى التيم دلوقتي اللي موجودين بس مش متوظفين مظبوط يعني أنا ما بشتغل أربعة ثلاثة ثلاثة وعندي بوكس تو بوكس اتنين بلعب محور واثنين تو ايتس اتنين تمانيتين جنبيهم بيروحوا بوكس تو بوكس واجهى لعب النين بوكس تو بوكس ما ينفعش يعني فيش روت فيش روت لازم تكون محطوطة للبوزيشن ده بوكس تو بوكس ده يعني راجل يكون دريبلر راجل يكون عنده سرعات عنده أكسليريشن يعني ياخد التصارع التصارع ده لازم يكون موجود عشان هو اللي هيحول اللعب من الدفاع على الهجوم اولا حاجة تكلم يا ايه فنين دي تحقيبها دي أكبر علامة استفهام ارتبطت باسم كيروش من ساعة بتطولى منتخب ما هي دي المشكلة اللي بنكلف سينها فكرة انه شايف دايما هو شايف توظيف لعبين مختلف تماما عن المتعرف عليه يعني 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 احنا ما شفناش أساسا اللعيبة دي انا مش عارف هو شافهم فين لا هو عدل فكرة اصله وشغال عليه هو حطت حطت بيزيك كده أساسي وبيشتغل عليه يا حقيقة قريت الفكرة بتاعت كيروش اه طب قولهن عشان ما حدش عارفها هو الفكرة الأساسية بتاعته انه هيعتمد على كل اللعيبة اللي بتلعب بره مصر ده البيزيك بتاعه اه ويبدأ بقى يوظفهم هنا وهنا وهنا وبغض النظر ينفعوا في التوظيف الجديد او ما ينفعوش في التوظيف الجديد بلان على ايه بلان على انهم اكثر فهما للتجربة الاوروبية اكثر مرونة في الشغل التكتيكي او التوظيف التكتيكي ليه وده مش جايب سمره بشكل كبير معنا لا هو قاعدة امر واحد كابت المجد انا ما اشتغلتش تدريب يعني عمري في حياتي ما اشتغلت جوه جهاز فني ولا اشتغلت قريب من مدير فني فاعرف بشيء ازاي بس انا عشان اعمل ده وانا من الجمهور يعني انا لازم اجرب اللعيبة دي او اجرب الرؤية بتاعت دي في مطشين تلاتة ودي اعرف قايم واشوف الناس هتقدر تعمل ده قبل ما اخدهم وروح الرسمي لكن ما ابتديش بطولة كبيرة زي بطولة افريقيا ولعب اهم واصعب مباراة المنافس الاساسي اللي هي في البطولة يعني في المجموعة واجهروا خطط ما هو ده دي الفكرة باية الفكرة احمد اللي بقولك عليها ان هو عنده قناعة بان كل اللعيبة اللي بتلعب في اوروبا كل اللعيبة اللي بتلعب في اوروبا وده حقيقة عندهم رونات تاكتيكية عالية جدا لانه اتمرن على كل الطرق اللعب تقريبا واتمرن على قراءة المواقف جوه اللعب ده الشغل في اوروبا كله كده اي ده انا ما عنديش مشكلة فيه بس المواصفات بتاعة اللعيب دفسه مش موافقة لللي انت عاوز تعمله يعني زي ما بقولك انت ما تليجت لعب النمي بوكس تو بوكس لا ما ينفعش عامر السلية مع كامل احترام لي لا ما اشترادش بوكس تو عشان ما عندهش الاكسلاليشان دي عندهش تصار عندهش الكورة دي انما يقع في رص الملعب يبسكوا الكورة وينقلوا الكورة ويحافظوا على الرتم ويعمل ثلوب باصلس ولونج باصلس من عنده مكانه طبعا ما فيش زي الحاجات دي عبدالله سعيد نفس القصة ما عندهش التصار عبدالله سعيد يشتغل يجيد ويتميز بالشغل بين الخطوط مش من الحركة يعني يروح يوقف يخطف هنا يجي يخطف في ظهر وسط الملعب هنا قدام الديفنسي هنا ده هيقدر يعمله وانما بوكس تو بوكس ما عندهش القدرة وده باين جدا في كل المشاة اللي لعبها بوكس تو بوكس الانتاج بتاعه اقل بكتير ما بيلعب تن تحت رأس الحرب الانتاج اكتر بكتير وهو بيشتغل تحت رأس الحرب فاذا هنا الموضوع هنا محتاج عشان كده بيبنلنا وده مش محتاجة بقى فلسفة ولا محتاجة واحد يكون بيفهم كورة بين كل الناس ان شكل التيم لما بينزل واحد زي زيزو مختلف شكل التيم مع زيزو مختلف تماما عن شكل التيم من غير زيزو ليه؟ عشان هو اللي عنده اللي أنا بقى كلمك في ده هو اللي عنده الاكسليريشن دي هو اللي عنده التحرك الزيادة ده هو اللي عنده السرعات دي هو اللي يقدر يشتغل ويعمل الشفت بينه وبين الراجل الجناح اللي بيشتغل معه زي كان صلاح او بيعمل الشفت اللي معه مع الباك بتاعه اللي اللي عنده عنده السرعات دي عنده السرعات دي انه سرعة الرد الفعل او عنده سرعة التسارع نفسها بتاعت الجاري نفسه عنده الدريبل بتاعه كويس جدا وتميز بيقدر يعملها كويس كورسات فكل الحاجات دي متوفرة فيه أسألك سؤال تاني برضو كابتن ماجد النس بتسأله الناس شايفة الراجل جيه كمل معنا تصفيات كاس العالم مرحلة المجموعات لعب معنا بطولة كاملة هي بطولة كاس العرب اتفرج وشاف انطلاقة بطولة الدولي وراح وتفرج على الفرق كلها ولعب وأكيد طبعا المحترفين بره ولعب معنا تلت مطشاطة في بطولة أفريقيا هل هو الراجل الغد دلوقتي لسه محطش إيده على النقاط الإيجابية والنقاط السلبية النقاط القوة والنقاط الضعف في تشكلة المنتخب ومين يصلح لأنه يعمل إيه جوة تشكيلة أو جوة طريقة اللي هو مختارة نحن نعب بيها دي برضو مكان على اسم هيبنينا المطش الجاي خلاص هو كده تلت مطشات في دول المجموعات انت تقييمك ايه المصر في تلت مطشات بتوى المجموعات كورة يعني ساكم النتيجة وساكم نحن تأهلنا شايف منتخب المصري ياخد متوسط حتى رغم توضع يعني إذا كانت نيجيريا منتخب كبير لكن يبقى برضو ان السودان وغينيا بساوا ما هيش من المنتخبات أداءنا متوسط ليه لأن احنا لو أداءنا جيد مش جيد جدا فرقة غينيا انت تكسب تلتة اربعة والسودان نفس القصة انما انت أداءك مش مرتقاش لسه للجايد للأسباب اللي أنا بقولك عليها دي المشكلة عندنا احنا في التوظيف لأن لو انت عندك الموضوع ده موجود من الأول وكل الفرص أو كل الانتاجية العالية بتاعتك في التلت القداماني الهجومي بتحصل مع التغييرات في آخر 20 ديئة أو آخر 25 ديئة هو افتكر كده انه بدأ ينزل زيزو وقت أطول في الماتش التاني والتالت عن الماتش الأولاني ليه لأنه شاف خطورته طيب ما تبدأوا من الأول طيب ما يبدأ من الأول عشان تبدأ الخطورة من بدر خالص ونبدأ نشتغل من بدر خالص واحد زي محمد شريف ده يعني أفريقيا دي مفروض شغلته إزاي ما يشتغلش في حتى زي كده لازم مرموش اللعب كويس عنده تالنت مش وقته مش ده وقته احنا في كاس الأمم في كاس الأمم يا أحمد حاجة مش سهلة ان انت تخش الأتموسفير اللي حواليك كله مختلف تماما تماما عن أوروبا وعن اللي انت شفته في أوروبا حتى لو انت عاش في أوروبا 100 سنة الجو مختلف تماما لو انت بتلاعب غانا في ألمانيا اقولك لعب عمر مرموش لما تجي تلاعب غانا في الكاميرون لا لعبها واحد يشتغل في أفريقيا أكتر واحد عنده خبرات أكتر واحد يعرف يعني ايه أفريقيا الصامرة دي هو هي يعني في وجهة نظر شايفة ان المنتخب المصري محترفين واللي بيلعبوا في أوروبا ما قدموش اللي كان منتظر ما قدموش اللي كان منتظر ما قدموش اللي كان منتظر منهم قوي يعني هم دولهم افترضت كانوا قوة ضربة للمنتخب مع احترامنا طبعا لإمكانياتهم ومشاركتهم وكل حاجة هكيد عندهم قدرات هيلة هكيد عندهم قدرات هيلة بس ده يرجع لحاجتين مهمين او سببين مهمين سبب الأولاني اللي أنا رايح متأخر دي وجيت نظر بقاعاتنا الشخصية غلطة مين غلطة اتحاد غلطة كيروش غلطة اللي بيحضر لا هو الكوتش هنا اللي بيطلب أنا عايز اروح يعني هو الجامع هنا تسعة ايام قبل البطولة قبل البطولة أنا التسعة ايام دولار اروح كلهم مع عضوهم في الكاميرا أنا مجدي هاخد التسعة ايام كله كابتن جواري كان بيعمل كده ليه؟ لأن الجو مختلف الطقس نفسه مختلف درجات الحرارة عالية الرطوبة عالية فدي هتاخد مني على اقل على اقل اربع خمس ايام داي عشان يحصل أدابتيشن المشكلة حصلت لنا اي ماتش نيجيريا تفرج على ماتش نيجيريا تاني وشوف كم الجاري اللي احنا جريناه وقرنه ما بين الماتش التاني مع غينيا والماتش التالت مع السودان هتلاقي ماتش السودان اكتر ماتش احنا جرينا فيه بدنية الماتش بتاع غينيا اكتر من نيجيريا واقل شواء ليه؟ حصل الأدابتيشن انا بكلمك فيه ده حصل التكيف بتاع درجات الحرارة ورطوبة العالية والجسم خد على الكلام ده كل وده بيأثر على الناحية الفنية يعني احنا لما كنا بنلعب في اسيوبيا افتكر لك موقف من القصة دي احنا بنلعب المرة لنادي الاهلي لما قرر يعود لأفريقيا تاني وبنلعب البوني الاسيوبي في اسيوبيا يعني مش عايز اقول لك بدون مبالغة كان فيه رأي بيقول ان احنا روح عشرة يام من قبل او نروح قبل على طول بـ بـ وقت مصير ده انت ما تحركتش تلاتة متر مش قادر تتحرك تلاتة متر لأ الموضوع مختلف جدا صعب مش موضوع صعب عشان كده في علم التدريب هنخرج برة شوية لما علش الناس بتروح في الاماكن دي عشان تبدأ تعمل فيها فترات تدريباتي عشان ترجع بكميات اكسوجين عالية زيادة لانه الجسم بيتأقلم فبينتج اكسوجين زي اكتر عشان يطابق الحالة اللي موجود فيها اللي موجود عليها الجسم التقس الجديد فينزل لما نينزل بقى في مصر تجري الهوان بقى تجري عشان كده في العام القوة هم بالزبط كده يعني متفوقين جد بالزبط كده بالزبط كده فدي انت ما عملتش الكلام ده وانت رايح الكاميرون فعندك مشكلة في البداية هم الأفارقة اول ما بيرجع بلده في خلال 48 ساعة انت بتكلمني على حتة هنا حتة مانجمنت شوية يعني بتكلمني على حتة ادارية شوية يعني ادارية ما انا فاهم فاندم ما اصد اقول انه اختيار معاد صفر البعثة اختيار عدد المباريات الودية اللي ياخدها المنتخب قبل هو ده بس قرار مدير فني لوحده ولا بد ان يبقى بتشعر مع اتحاد الكورة ولا لابد اتحاد الكورة مرش دعو هنا كوتشنج بس هو لانه هو قناعاته ايه وهو راجل ممكن تبقى حتة زي كده غايب عليه هو اه درب جنوب افريقيا مش ممكن تكون غايب عليه مش ممكن مش استحالة اقمال تبررها ايه استحالة تبررها ايه بالنسبة لك كابتن ماجد انا ممكن يقول لك التلات يام كافين اه وانا هاخد بالتدرك بتاعي والغاية ما اوصل الماتش ممكن يقول لك انا ايه اللي واديني بدري عشان في حالات كورونا ممكن التسعة ايام دول حد فينا يطلط وارد برضو تكون هي دي فكرته ايه انه البابل مش تبقى موجودة فعندنا مشكلة اه في الفقاع اللي هي بتاعت التيم اللي بيقاعت فيها ديه ممكن تختارك ممكن يحصل حاجة لان تسعة ايام برضو مش فترة اقول لقيلة ممكن حد يحصل له حاجة يجيب الفرقة كلها فتحصل مشكلة وارد يكون فكر في كده برضو طيب خليني اخدك اروح لكودي فور كودي فور قدمت عروض قوية جدا منتخب يعني انا كنت متوقع انه ما يكونش بالمستوى بتاع كودي فور اللي احنا نعرفها بقالنا كتير ما شفناش متعرف دايما كودي فور ليها تلات اربع اسماء كده بتبقى مكسرة ديني اخف بقالهم فترة كده غايب عليهم الموضوع ده فما كنت اه كودي فور كودي فور بس ما كنتش متوقع ان المنتخب يبقى بالقوة دي مواجهة صعبة في دور الستاشر بالتأكيد عندنا احنا يمكن الحظ خدمنا في ان احنا هنقض او خدنا فترة اسبوع بين اخر مباراة اللي عمناها قدام السودان والمباراة اللي جاية ازاي تشوف ميستر كيروش يحضر للمباراة دي وايه هو الطريقة الانسب ايه هي هو التشكيل الامسل عشان تلعب مع منتخب مقدم عروض قوية جدا في بطولة امم افريقيا طيب انا لو فرقت اكيد على شوف ترهم طبعا في البطولة الغد دلوقتي تقريبا يعني وبعدها يجي معاها المغرب والكاميرون والكاميرون عامل الجمهور عامل معاهم وبعدين الفرق اللي لعبوها في المجموعة بتاعتهم ما هيياش بنفس القوة وبعدين الماتش التاني ده اللي هيبينها بقى هنشوفها دلوقتي مع فرقة الماتش اللي هتلعب وعموما دور الستاشر ممكن تشوف في وجوه مختلفة عن دور المجموعات اكيد اه ده بيحصل اكيد ده بيحصل دور الستاشر نتمنى المنتخب المصرية من كده الرغبة الرغبة اللي موجودة في الستاشر فرقة اللي طلعوا الدور الستاشر في الدور التاني دلوقتي بتتقسم لجزئين موجة نظرانا الشخصية فيه جزء مقدرش اقول عليه نص لانه مقدرش اقوله انه هم تمان فرق تمانية وتمانية لا فيه جزء وتفر قد ايه عدد الفرق الرغبة عندهم في إثبات الزات مم الجزء التاني الرغبة عندهم في تحقيق المكسب تحقيق البطولة مم فهنا الرغبتين مختلفتين ايه انما موجودين الرغبتين قويتين بيتقابلوا مع بعض يعني كاميرون كود ديفوار المغرب مصر دول تحقيق البطولة تحقيق البطولة ايه الباقيين ايه اثبات الزات اثبات الزات ايه انت واخد بالك فهنا مهم جدا ان انت وانت بتتفرج تبقى عارف الكلام ده كويس او انت بتشتغل مع الفرق اللي قدامك وممكن فرقة التحقيق اثبات الزات دي وممكن تروح لبعيد توقع واحدة من اللي هم عايزين بطولة ورد جدا لان الرغبة موجودة ايه الرغبة عندهم موجودة ايه الحاجة التانية ان الفرق اللي موجودة دلوقتي في دورو الستاشر المستوىات قريبة من بعض ما هيش بعيدة احنا هنلاعب كوت ديفوار في دورو الستاشر دي مباراة امثل المباراة البثلة ان انت تتحدد بها قوتك لان كوت ديفوار اقرب ما يكون للسنغال اقرب ما يكون للسنغال في هذه البطول دي بروفت كاس عالم بروفت كاس عالم لازم تشتغل عليها عنها بروفت كاس عالم من مباراة واحدة بروفت كاس عالم من نوك اوت مباراة واحدة مفيش هما وي هي مباراة واحدة وتقدر انت تشتغل انت محدد النقط بتاعت القوة والضعف بتاعت الكوت ديفوار وبالمناسبة مفيش اي فرقة مش في متناول فرقة مصر انها تكسبها في البطولة اللي احنا شايفينها تاني كده كابتن ماجد مفيش اي فرقة مفيش اي فريق من الفرقة مفيش اي فرقة من الفرقة اللي انا فرقت عليها في دروس 16 دلوقتي اللي طالعوا دروس 16 دول مفيش اي فرقة مش في متناول التيم المصر اللي يشتغل عليها ويكسبها يعني منتخب مصر اه طبعا يقدر يكسب اي فرقة من الفرقة اللي تقريب عندنا تيم قوي عندنا وحدات قوية 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 بدءا من الشمناوي لغاية اخر حد برا التيم انت عندك تيم قوي التوظيف بتاعه عنده شوية مشاكل فقط لغير نعد المشاكل زي ما قلتلك طريقة اللعب محتاجة بعد متفق مع الطريقة بتاعتمسة عندك مشكلة فيه عندك مشكلة فيه عندك مشكلة فيه 4-3-3 يلعب زي ما هو عندك مشاكل في اختيارات وتوظيف التوظيف التوظيف ما هو التوظيف بناء على التوظيف الاختيارات دي المشكلة اللي انا مش او دي اختلاف لوجه النظر اللي ما بيني وما بين واحد زي كروش هو اللي ماسك تيمه وشغاله ومسؤول عنه اللي انا شايف الوحدات اللي هو بيشتغل بيها لا تناسب الطريقة اللي هو يشتغل بيها لان 4-3-3 دي طريقة هجومية بحتة طريقة هجومية بحتة فهجومية بحتة دي يعني عندك الجناحين جايدين جدا برأس الحربة الاتنين بتوع البوكس تو بوكس دول دول ما كان رايح جاي وبيزيدوا الاتنين تحت روس الحربة او بيروحوا مكان الاجنيحة والاجنيحة بتخش روس حربة افضل اتنين بوكس تو بوكس سيبك من بتوط افريقيا سيبك من الاسماء اللي موجودة في سكوارد المنتخب المصري يعني لو سألتك افضل اتنين بوكس تو بوكس يلعبوا في ماتش السنغال تختار مين لو كل اللي عيبة في حالتها وكل اللي عيبة في اعلى مستواتها انا واحد من الناس عندي مشكلة كبيرة ان ازاي واحد زي عحمد عبدالقادر مش انتخب مصر لان ده من افضل اللعيبة ان تقدر تشتغلك بوكس تو بوكس في مصر كلها ازيزو يشتغل بوكس تو بوكس كويس جدا امام عشور يشتغل بوكس تو بوكس هايل في لعيبة تانية تقدر تشتغل بوكس تو بوكس اللي انت لو انت عايز تقعب اربعة ثلاثة عندك ناس تقدر تشتغل كويس جدا والاجنيحة حدس ولا حرج موجود 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 عندك مش موجود ولو لعبت ثلاثة اربعة ثلاثة عندك كل يعني لو غيرت طريقة سحنا هجوميا نضعفين ضعاف جدا ما هو الضعاف يا احمد علشان قلتلك التوظيف انت حطت النني وعبدالله السعيد النني وعبدالله السعيد لازم يعمله شفتات مع الناس في الاربعة ثلاثة ثلاثة لازم احنا مش متفرج على من سيتي طبعا مش متفرج على من سيتي ما هو من سيتي بلعب ايه ما هو بلعب اربعة ثلاثة ثلاثة يعني تسعة وتسعين في المية من ما تشاتو اربعة ثلاثة ثلاثة الفريق كله كتلة واحدة ما دال انا انا لدي قطوط كلها ورحيم ومحرز وسين وصاد وعين كلهم بيشتغل عندهم الكلام اللي انا بقول لك عليه ده عندهم الجريب الكورة الدريبل بتاعهم متميز الدريبل لانه هو يفوت لان انت لما تيجي تلعب عتيم بيعمل عليك الزون ده موتوقع جدا فرق ساحل عجب تشتغل ازاي دلوقتي بتعمل زون بتعمل كونتر اتاك ساحل عجب يشتغل زون وبيعمل كونتر اتاك بس كونتر اتاك زي ما الكتاب بيقول بيطلعوا بكسراليشا ممتاز جدا وشايفين بعضه ونقارين بعضه بيشتغلوا مع بعض كويس جدا فده بان في الماتشي الاخراني مع الجزاير بان جدا صحيح فانت عشان تقدر هتقابل الزون ده ازاي لازم يكون عندك دريبلر كويس من الدريبلر الكويس اللي موجود في المنتخب بتسأني انا شخصيا رمضان بس رمضان ما شفناه زيزو بشوف انه لازم دايما يبدأ هي القصة كلها في ان انت بتلعب باللعيبة اللي ما تناسبش الطريقة اللي انت بتشتغل بها من وجهة موزر انا شخص طب ما تقول لنا تقول لنا كابتا مجدي تشكيل امثل في مباراة مباراة كود دي فور الان ديفينس زي ما هو موجود يقدر اشتغل بشكل فتوح راجعت تفضل في مباراة مباراة كود دي فور في الشمال حد زي امن اشرف يقفلك الحتة دي خصوصا ان الحتة دي العفية ناكولاس بيبي ولد يعني ولد انا بشوفه اكتر لعيف في كود دي فور ولد اعتراعا على فتوح لانه فتوح قدرته الهجمية الى حد ما يعني اعلى شوية من ايم ما هو ممكن يعمل ايه هو ممكن يغير الطريقة في الماتش ده اه لو انت بتكلمني عشان فتوح يرجع يشتغل لو اعتمد عليه ممكن يشتغل ثلاثة اربعة ثلاثة لان لسه بكلمك فيها دي اي لو حط ايمان اشرف مسك شمال وحط احمد حجازي مسك في الوسط وره حاطت نحية اليمين محمد عبد المنعم التلاتة اي وخلى محمد عبد المنعم وايمن اشرف يأمنوا الوينج باكس اللي هيحطهم بقى في الوقت اللي هو عمر كمال واحمد فتوح تمام وهيبقى عندك اتنين في نص الملعب الاثنين بتعصد الملعب دول هتحط فيهم عمر السلية انا بوجهة نظري عمر السلية وحمدي فتحي مسك عادي انت فت لو احنا عملنا ثلاثة دول يبقى الاثنين دول هما اللي موجودين في نص الملعب عمر السلية اتنين دول من من عمر وحمدي اه اه ليه لأن زيزو لعب كانت نازل تهاجم كودي فور بقى كابتن مجدي ما انا بقولك اهو اما انت عايز تعمل اهو لا ما انا لو انت بتكلم مجدي كرجل انا بحبش انا الكرة المقفول انا معاك قبل ما اجي الخط الهجوم بس انا بحس كتير جدا انه الرجل متحفز حتى هو بيلعب مع غينيا بساو وهو بيلعب مع السودان هو ده اللي قلقني بحسه خايف هو ده اللي قلقني انت كلعي بكورة لما بتحس انك انت مدير فني مدير جهاز بتاعك خايف بترجم ده على انه مش واسق في اللعيبة بتاعته ولا بترجم ده على انه ده مدرسته فيه مديرين فنيين كتير جدا مدرستهم في المقام الاول دفاعية يعني ما بيحبش جيمل مفتوح حبش يهاجم حتى لو عنده افضل مهاجمين في فرقاته وحتى لو القسم اللي قدامه ضعيف بتحس بالترجم ده ازاي طيب هقولك كابتن جهري الله يرحمه الله يرحمه في كاس العام تسعين وتصفيات كاس العام تسعين وشوية صغيرة ما بعد تسعين كان بيلعب الشكل بتاع الزون ده لان كان عنده قناعات انه اللياقة البدنية بتاعتنا وانضباطنا التكتيجي او مفهومنا الخططي ما يسمح لنشو ما يسمح لنشو ان احنا نوصل لان احنا نهاجم الناس دي دلوقتي ايه ليه عشان دي محتاجة عايزة متطلبات مش موجودة عندنا في الوقت ده فكان شغال بالشغل دوت ووصل لنتيجه مصبوط 24 اراضي انا فاكر احنا لعبنا مطش قبل كاس العالم مع اسكتلندا في اسكتلندا وكسبنا ثلاثة واحد واحد من احلى المطشات هولندا في افتتحات كاس العالم اجمل مطش اللي عبيته مصر في كاس العالم من الزون لغاية النهاردة من الزون من الزون وبعدين تاخد كورة تعمل استحواز وتشتغل مش الزون وطفش واللعجات دي لا لما القدرات بدأت تزيد والمحترفين بدأوا يزيدوا جوة التين والخبرات الدولية عند الفرقة بدأت تزيد بدأ يعدل طريقة اللعب بدأ يشتغل اوفنسيف اكتر شوية من قبل كده لما دخل معاه حازم وعبدالسطار وياسر رضوان ومحمد عمارة وحمد حسن وكاس العالم 98 وحمد حسن وطارق مصطفى الفرقة العظيمة اللي اشتغل دي وكمونة عبدالسطار وكمونة ونادر السيد فعمل تيم ضحك علينا بيه كلنا وقال لنا احنا راح ناخد نمرة 13 اخذ كاس العالم موجود لان الكلام كان جوه القوض غير الكلام برق وهجموه على حسن حسن في التوقيت ده وازاي تاخد حسن وحسن كبر وحسن مش عارف ايه وما خدنيش عشان خد حسن اه يعني كنا احنا الاتنين في نفس حد ده من اللي معاه قالو كده الجيني قامت على حسن وما لو ما طلبه كمان جيه هتبقى هتعملها ازاي المهم الاداء الهجومي كان مختلف او الاداء عموما كان اكتر هجومية عن ما كان معانا ليه الخبرات زادت والمحترفين زادوا انت شخصيا تأديرك للمنتخب بس انا قتلت الحلقة النهاردة يعقلت ننسى 2006 و2008 و2010 ظروف البطولة دي شبه شوية ظروف بروكينة فاسو 98 فانت كنت شخصيا معتقد والمنتخب مسافر البطولة دي انه ممكن يرجع بلكاسوة انا عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة عندي ثقة كبيرة جدا جدا في اللعيبة والسكوات ده مع ان الاسكوات ده نقصوا بعد الوحدات اللي كانت مفروض تيبقى موجودة انما وهو على اللي موجود موجود دلوقتي ده عنده قدرات ان احنا نقدر ننقص خلي بالك احب مفيش حاجة اسمها هروح اجيب البطولة واجي لا لان احنا فيه خمس ست فرق قويين يقدروا كل واحد يقدر ياخد البطولة انما في الاخر واحد بس هو لا ياخد البطولة بناء على ايه بناء على هل هو شغال صح قدام الفرق بيقرى الفرق اللي قدامه صح بيشتغل قدامها صح مظبوط بيعمل اسكوات بتاعه مظبوط صح حالة الانية بتاعت اللعيب يوم الماتش حالته يوم الماتش يعني صحي العجل اللي انت شفتها الماتش الاخراني مع الجزائر وكسبانهم ثلاثة واحد وارث جدا وانت بتلعبهم اليوم خلي بالك احنا اسم قوي جدا 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 ان لم يكن الاقوى في اخريقيا خاصة في بطولات المجمع عكاس الامر هم معارفين جويس جدا احنا 92 واحنا في السنغال الكاميرون كان معانا في الاوتيل اللي احنا كنا عادين فيه ما كانش معانا في المجموعة بس كان معانا في الاوتيل اللي احنا كنا عادين فيه والكاميرون في كاسي عالم 90 وصل دوري الثمانية واحنا طلعنا من دور الاولاني ايو ايو وكانوا بيبصرنا نظرات احترام غير عادي الانين جدا كل الميديا وكل الناس الانين جدا من منتخب مصر اللي جاي ياخدوا البطولة ويرجع كل الكلام في الميديا من منتخب مصر جاي ياخد البطولة واحنا في 90 طلعين من دور المجموعات والكاميرون وصل دور التامعين فاكر الكاميرون طبعا اول منتخب افريقي اسم مصر جوه القرى وفي البطولات المجمعة بيتعملوا مش حساب مليون حساب كم في المية من المسئولية تحملها الكيروش وكم في المية من المسئولية تحملها للعيد ايش هي مسئولية مشتركة في النهاية كابت المجدي اكيد اكيد دي ما قدرش او يعني بصها احمد دي مسئولية مشتركة بين التيم والجهاز والجهاز فاني والعيبة فاكيد اكيد طريقة اللعب ملهمش ايد فيها انما كيفية اداء طريقة اللعب هما اللي هم ايد فيها هما اللي قدروا يحسنوها وهما اللي قدروا يطوروا فيها لان هما جوه الملعب فاكيد كلهم مع بعض شالين طيب عشان اقفل لحطة التشكيل انت اخترت لي كان فضل التلاتة اللي قدام صلاح انا حاجة ناظر انا صلاح محمد شريف رمضان صبح تبتدي برمضان قولا واحدا قولا واحدا على حساب مرموش وتريزيجي قولا واحدا رمضان لازم يبدأ ماتش زي ده بس هل هو في الفترة اللي فاتت لسه ستيل سيلف كونفتنس عنده زي ما هي ثقته بنفسه طبعا اتهزت طبعا يعني متخيل ان نفسيا المتأثر هي دي لوش كلا ان انا وانا ما بلعبش لعب زي ده لازم يكون وقافه على رجلي لازم وهو مش شغال لازم انا ككوتش اكون موقفه على رجلي او المحيطين بالجهاز المحيطين بكروش مصريين لازم يكونوا موقفينهم على رجلي وانا وانا عندي سقف ده فلان مهم جدا ان كل اللعيبة تبقى جهزة زهنيا قبل فنيا انه يكون جهز زهنيا انه يقدر يشتغل عشان يساعد وده مهم جدا ان التدريب الزهني الناس مش اخدا بالها منه خالص التدريب الزهني ده في نفس درجة اهمية التدريب الفني والبدني ما كانش اقوى تخلص بطولة افريقيا وبصرف النظر بصرف النظر عن منتخب مصر هيوصل فيها الفين ارتباطات الاندية المصرية كتير جدا في الفترة اللي جاية الاهلي عنده كاس عالم اهلي وزمالك عندهم ودول الفرق اللي بتغزي يعني الاساسية يعني واعتقد اللعيبة المحترفة طبعا هيروح الفرق هم يشاركوا مع بطولات محلية او بطولات اوروبا لكن اصد اقول ان فترة التجمع المنتخب مش تبقى كتير تبقى كبيرة جدا الطريقة الانسب انك تحضر المنتخب وتجهزوا لمواجهة السنغال في الزروف دي اهلي عنده كاس عالم وعنده بطولة افريقيا مافيش المساحة من الوقت انك تلم الفرقة وتحضر هتستغل كل الفيفا ديتس بتاعتك اه مافيش حاجة زمه زي قبل كده اصل الدوري اصل عامل مافيش الكلام ده لازم تستغل كل الفيفا ديتس بتاعتك الكابتن جوهري لغى الدوري عشان راح كاس العالم لغى الدوري طبعا مافيش نغى الدوري انما فيش حاجة اسمها تنازل عن فيفا ديت عشان الدوري فيش حاجة اسمها كده اه فيفا ديت بتاع المنتخب ده مقدس لازم يتجمع فيه لعبتك ولازم تشتغل فيه قولا واحدا حتى لو هجيبهم عشان امرنهم اقولهم احنا هنعمل ايه ويجمعوا مع بعض ويعودوا مع بعض ويشوفوا بعض ويتمرنوا مع بعض ولعبوا اي ماتش اذا كنت بتوجه رسالة للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني مستر كيروش معا كابتن ضيا معا كابتن شوقي معا كابتن واق الجمعة معاهم كابتن حضري ايه النصايح او ايه الرسائل يعني معرفش ممكن تبقى نصايح ممكن تبقى هايلايتس على بعض الاخطاء اللي حصلت في الفترة اللي فاتت ايه الحاجات الاهم الرسالة توجيها للجهاز الفني عشان نوصل لمرحلة الكاس العلم الأخيرة واحنا متطمانين لا اهم اكيد وعارفين كويس جدا هم عملوا ويهو هيعملوه يعني انا اقول عشان الناس بس يعرف هم الناس بيعملوا ايه هو هيعط يزاكر كل الشغل اللي اشتغل والفترة اللي فاتت من كاس العرب لغاية نهاية كاس الأمم وهيحط ايديه على كجهاز بكلم كده كيروش بكلم على الجهاز هيحط يديه على الأخطاء اللي حصلت اكيد فيه أخطاء هتبقى حصلت والدفوات اللي كانت موجودة ويبدأ يشوفها بقناعة كاملة وبنظارة لون واحد النظارة اللي تشوف كلام دوت من كل اللي موجودين يبقوا لابسين كلهم من النظارة واحدة عشان ما يختلف الاختلافات نتبقاش كتير وان كان الاختلافات صحية جدا في الوقت دوت علشان تقدر منكم واضح ان الرجل ديكتاتوري يعني ما بيسمعش لا من جوة ولا من بره يبقى ما ينفعش يعني في حاجات اكيد اعترض عليها جهاز الفني فيش حد في الدنيا في الكرة دلوقتي في الكرة جديدة فيش حاجة اسمها الرأي الواحد تمام فيش كلام ده خالص هو جوارديولا غير الجهاز الفني بتاعه كام وره ويورجن كلوب غير كام وره كل ده ليه عشان عايز أفكار جديدة عايز اللي معاي يكون عندهم أفكار جديدة يساعدوا بيهم إذا لم ينجح ده سؤال برضو ما تروح في الشارع بشكل كبير جدا ليش دعا بالخبراء والمحليين بتكلمك على الشارع المصري الناس جمهور الكرة البسيط إذا لم ينجح أو إذا فشلت تجربة مصري في أمم أفريقيا اللي قدر الله مع كارلوس كيروش أنت معه أمضد تغيير الجهاز الفني قبل المبارتين بتوع تسكرة كهس العالم لا ما هو لو مش بنفس الأسلوب ده اللي إحنا ما أخلي بالك ما هو ممكن حق النتيجة وإحنا شايفينه ماشي كده أنا شايف إنه هو كيروش في الطريق اللي ماشي فيه بيصعب لنا المأمورية هو من أسباب صعوبة المأمورية دي وجهت نظري لأن أنا كان عندي عمل فيه كتير جدا طموحات كبيرة جدا ما شفتهاش تمام فأنا معه لا يتغير بس يتغير بحد مصري بحد مصري مصري يكون عارف التيم كويس وعارف إمكانيات وقدرات اللعيبة اللي موجودة شغال فيها كويس عايز ترشح أسماء لا ما رشحش نوارت الدنيا كابتن ماجدي صعداء بيك وكل التوفيق لمنتخبنا أنا قديت مسأل بمباراة مصر وكوديفور 98 لأنه الحقيقة كانت ظروف مشابهة جدا ومتفق بشكل كبير مع كابتن ماجدي في قدرات لعبتنا وثقاتنا الحقيقة الأولى والكبيرة في ولاد مصر نجوم من النجوم المنتخب الوطني وإن شاء الله بإذن الله نقدر نتجاوز عقبة كوديفور ونروح لبايد في بطولة أفريقيا وبعد كده نتكلم على كاس العالم براحتنا نوارت الدنيا كابتن ماجدي بنسعد بيك دايما إن شرفتنا النهاردة بشكر حضراتكم طبعا على المتابعة وبكرة إن شاء الله على كل خير نتقابل على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لحضراتكم